بارخي المستمعين الكيرام تحية طيبة للجميع في عدد هذا اليوم برنامج زي في الصباح أسعدوا فيه باستضافة الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للدراسات والمرافق العامة سيد شقرون علي سباح الخير سيد الكريم شكرا لك سيدا شكرا لك سيد شقرون علي يعتبر طريق العاب للصحراء من أكبر المشاريع الاستراتيجية في القارة اليوم تتواصل أيضا أشغال الدورة الثالثة والسبعون للجنة الربط لطريق الرعاب للصحراء على مستوى الوزراء بمشاركة جميع وزراء الدول المعنية بهذا الطريق الاستراتيجي بداية ما أهمية هذا المشروع الذي من دون شك يتقاطع مع البعد الاقليمي والجيو الاستراتيجي لجزائر في القارة الأفريقية شكرا سيدتي اليوم في الدورة الثلاثة سبعين للجنة الربط لطريق الصحراء هذا المشروع الضخم الذي هو الطريق عابر للصحراء الكبرى وفي حق مشروع استراتيجي كانت له أهداف منذ انطلاقه وهي أهداف استراتيجية تهم الإقليم وتهم المنطقة وتهم إفريقيا بصفة عامة وكذلك حتى أهداف في تقليص الفوارق الاجتماعية ومكافحة كذلك الفقر بالمنطقة يعني الدول هذه كلها كان استقلالتها تقريبا كان في أول الستينات تقريبا لكل دول والمشروع هذا جاء بعد استراتيجية شاملة كاملة للدول الساحل والجزائر وتونس وكان الانطلاق الفعلي هذا المشروع في سنة 1966 وتم تسليم الشطر الأول منه بالجزائر وكان ذلك بحضرة الرؤساء الثلاث الرئيس الجزائري والرئيس المالي والرئيس النجيري في الشطر الذي تمت الانتهاء أشغال به في حوالي أربعمائة كيلومتر ما بين المنيعة وعين صالح في سنة 1971 في سنة 1971 ومن ثم يعني كالاستراتيجية تم تسيدها ميدانا عبر سياسات كل السياسات المختلفة يعني اللي هي تنبثق عن أهداف الاستراتيجية اللي كنا تكلمنا عليها الهدف الاقتصادي والهدف التضامني والهدف كذلك حتى مكافحة الفقر عن ذاك وشمل سياسة موحدة لاكتمال الطريق هذا الذي يبدأ من الجزائر العاصمة يمر في شطر منه إلى غاية عن الزام وشطر ثاني كذلك من الجزائر إلى غاية تيميوين ثم توصيل بالدول الأعضاء باللجنة اللي هي المالي والنيجر والشاد ونيجيريا نعم وتونس بالطبع وتونس بالتأكيد هذا المشروع هو مشروع ملاق ضخم الأهداف التي أنشئت من أجله كانت طموحة يبدأ هذا المشروع أيضا بالإنفاق في انتظار المرضودية كم بلغت الآن نفقات هذا المشروع وأين وصلت الأشغال بالنسبة للجزائر وبالنسبة لبقية الشركات نعم الاستراتيجية التي تبنتها اللجنة والدول الأعضاء هي أن كل دولة تتكلف بالشطر الذي هو ضمن حدودها ومع مساعدة كانت في أول أمر عندما كانت هذه الاستراتيجية وبدأت تدجسد على الميدان كانت ملافقة كذلك من البرنامج الأمم التحيلة للتنمية اللي هو البنيوت يعني كانت المساعدة لأن 10.000 كيلومتر يعني ذو مشروع يعني ضخم يعني مشروع اللي كان يعني استراتيجي نعطي قفزة نوعية كذلك للقارة يعني التفكير تقنيا يعني كيفاش ننجز طريق هذا ما هو يعني الطريق هذا؟ طريق هذا يعبر بالسحراء يعني أننا نعرف بالي تداريس ما يشتري تداريس سهلا وبالتالي الملافقة هذه كانت ملافقة تقنية اقتصادية ملافقة تقنية اقتصادية حيث الممر أنت على الطريق إذ hysterيا يكون تقنيا يكون ممر اقتصادي ثم كذلك حتى من ناحية الاقتصادية أن الممر هذا الطريق العابل للسعراء يكون طريق اقتصادي بامتياز لماذا؟ لأنه أولاً يربط هذه الدول ويربط عواصم الدول ويربط كذلك كل ما هو مناطق حرة مثلاً كل ما هي فضاءات المخصصة للاختصال التبذل التجاري إلى مغير ذلك كان تفكير استراتيجي بمساعدة البرنامج الأمم المتحدة لتجده تقنياً وكذلك الرؤية كانت رؤية اقتصادية في تكامل اقتصاد تحده الدول الأعضاء اللي هي دول الأعضاء انتع لجنة الربط للسعراء لطريق العابل للسعراء كم بلغت الآن لسبة الأشغال ونفقات المشروع؟ فيما يخص نفقات كل بلد تكلفة بمشروع بالشطر الذي من الحق أنه يتكفل به مثلاً عندما نتكلم عن الجزائر اللي هو الشبكة الكبيرة من هذا المشروع الضخم أكبر حساح نعم أكبر حساح حيث أنه يمتد الطريق العابل للسعراء على 3600 كم يعني من الجزائر إلى غاية عنقزام وتميوين ويبدأ من شفا إلى غاية عنقزام من شفا إلى غاية عنقزام والشبكة الثالية كذلك إلى غاية تميوين نعم والمالي 2180 كم النيجر 1890 كم وتونس 700 كم ونيجريا 1130 كم وتشاد 560 كم تقريباً تقريباً كل هذه الشبكة أنجزت يعني جلها لقد أنجزت بجميع الدول لربما كان بعض أشطر يعني صغيرة مثلاً كما في شمال مالي مثلاً من تميوين إلى شمال مالي نعم إلى شمال مالي ثم كذلك كان شطر موشك يعني كبير بزاف يعني كذلك بتشاد وحوالي 53 كم يعني من 560 كم يعني ستكتمل الأشغال بها يعني الدراسات اكتملت واليوم يجوا آليات يعني فيما يخص الموارد المالية لإكمال هذه 53 كم يعني كل الدول التزمت بإنجاز حتى حصتها كل الدول التزمت بإنجاز حصتها واكتملت الأشغال اليوم التفكير تفكير اقتصاد كيفاش نثمنوا هذا المشروع الضخم حتى أننا نعطوا قفزة نوعية للقارة وخاصة لدول الأعضاء ضمن لجنة الربط لطريق العابير للسحراء اللي هي المالي والنيجر وتونس ونيجيريا وتشاد نعم بالنسبة لهذا الطريق سألتك مرتين مرة ثالثة كم بلغت نفقات لأنه تأخر لمدة ستة عقود منذ 1960 كم بلغت حصة الكلية أو كم كلف هذا المشروع الضخم لأنه كل تأكيد ستكون له فوائد وعائدات هو مشروع استراتيجي المشروع مثلا عندما نتكلم عن المشروع أنت على الجزائر مثلا نعم ثلاثة مئة كلمات الجزائر يعني كم الطريق هذا كان اكتمل من الجزائر عبره يعني شفها إلى غاية عينق الزام ولا إلا غاية يعني تيميوين كان يعني كان طريق يعني طريق أنجزة وهذا ولكن اليوم الجزائر ذات قفزة نوعية أخرى حيث أن الطريق هذا اللي هو شمال جنوب أصبح طريق سيار يعني ليس يعني طريق عادي يعني أصبح طريق سيار يعني وأن السرعة به يعني إلى غاية مئة كيلومتر في الساعة يعني وبها يعني كل كل ملافق يعني متوفرة به من الشمال إلى غاية الجنوب يعني الطريق اللي كان هو طريق فقط يعني طريق عبر السحراء أصبح طريق سيار يعني في الجزائر في الشطن اللي يخص لجزائر اليوم التكلفة التي نفكر فيها هي تكلفة الصيانة تحادل الطريق لأن اليوم الانتقال لجنة الربط التي تكلفتها تقنيا واقتصاديا لإنجاز المشروع اليوم اللجنة هذه انتقال إلى ميكانزمات أخرى ميكانزمات خاصة اقتصادية وكذلك سيانة هذا المشروع الضخم هذا المكتسب اليوم مكتسب قاري مكتسب قاري واني نفكر فيه كيفاش أننا نحفظه عليه وندوله السيانة وانا ربما حتى يكون فيه يمكن أن يدخل أموال لهم أكيد يعني تكون ملحقات أخرى يعني تكون مرافق أخرى يعني تكون ترافق هذا المشروع يعني كان سيد رئيس الجمهورية عندما يعني في الدورة 33 في الدورة 33 بالاتحاد في القيم بألي سبابا في 9 فبري 2021 كان سيد رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون كان تكلم على أن الطريق هذا يعني سيرفق سيرفق يعني كذلك بتكنولوجيات حديثة للتواصل حيث أننا نتكلم سيد رئيس الجمهورية على الربط يعني بالألياف البصارية وكذلك حتى النبوب الغاز اللي هو النبوب الغاز من جريء الجزائر يعني نشوفوا يعني اليوم الجزائر يعني تفكر بالنسبة لأمبوب الغاز بدأت الأشغال هي يعني الدراسات يعني قد انطلقت وميدانا يعني عزم كبير على أن المشروع يعني ينجز يعني في أجل قياسية كانت انطلقت منذ مدة نعم بالنسبة للشطر الرابط بين تيمياوين حتى ندخل في التفاصيل الاقتصادية نعم بين تيمياوين نحو قانب وشاوب مال مالي الدراسات لم تكتمل هناك تحديات أمنية مرتبطة بهذا الشطر لا والدراسات كلها مكتملة الدراسات كلها مكتملة والمالي اليوم كذلك يعني يعني عزم كبير يعني يعني ينجز هذا الشطر اللي هو الشمال يعني في شمال في شمال قاو حيث دراسات اكتملت يعني كنقول الدراسات اكتملت يعني أن المخططات يعني كلها اللي تشمل إنجز طريق ما بين تيمياوين إلى غاية قاو ثم من قاو إلى باماكو يعني الطريق موجود طريق موجود ومنجز يعني بقي هذا الشطر هذا وهذا الشطر يعني لكي العزمة كبير يعني أن الطريق هذا ينجز يعني في أقرب الأجال مدام يعني كل كل شيء مهيئ والعزم كينا على أن الشطر هذا اللي ربط ما بين تيميوين وقاو يعني سينجز كذلك في أجال نعم سيد علي شكرون اليوم تكاليف النقل في العالم ارتفعت بشكل غير مسبوك وهي التي أدت إلى ارتفاع السلاع والخدمات يكونها انعكاس سلبي على الأسعار أسعار الخدمات أو السلعة ما هي الاستغلالات الاقتصادية لهذا المشروع خاصة أن الجزائر تسعى إلى ترقية الطريق من مجرد منشأة طرقية إلى شرايا اقتصادي حقيقي شكرا سيدتي فعلا يعني التكاليف النقل أصبح التكاليف باهظة حيث أنها تمثل تقريبا 50% من قيمة السلعة من كلفة السلعة أو من قيمة البضائع نعم من قيمة البضائع سأركز مثلا على النيجر وعلى المالي المالي والنيجر ما عندهش يعني منافذ على البحر ومثلا عندما نتكلم عن النيجر مثلا النيجر كل ما هو نقل البضائع عن البحر فهي طريقنا سواء عن طريق غينيا وإلى ذكار ولكن عندما يستغل هذا المشروع الضخم ويربط وهو يعني يكون الشرايان الاقتصادي من نيجر يعني من جميعنا من غاية أقاداز إلى غاية البحر الأبيض المتوسط نربحه تقريبا تقريبا في تكلفة النقل من ناحية الآجار تقريبا 12 يوم إلى 13 يوم نربحها في النقل إذن نقلصه من تكاليف النقل تقريبا أكثر من 20% وفي بعض الأحيان إلى 30% إذن هذا الشرايان الاقتصادي سيخدم الدول الأعضاء كلها وخاصة النيجر والمالي عندما يربط يعني هم مربوطين بالبحر الأبيض المتوسط ثم كذلك حتى يعني حتى البحر الأبيض المتوسط عندما هذه الدول الدول الأعضاء انتعلجنا يعني يكون هذا الشرايان الاقتصادي يعني يشتغل يعني يكون يشتغل عن طريق الموانئ الجزائرية والموانئ التونسية في كله كذلك رحظ أنه يشتغل كذلك مع الموانئ مع موانئ أوروبا لأن البحر الأبيض المتوسط أكبر الموانئ هي موانئ جزائرية بكل تأكيد في انتظار ربما مشروع الآن هل مع دخول اتفاقية تبادل حور بين الدول الأفريقية حيث تنفيذ ستكون في جوليا القادم هل تم تحديد أليات التعاون ونظام الإدارة المستدامة لهذا المشروع الحيوي التنمية المستدامة كانت استراتيجيا استراتيجيا كانت من بين أليات التعاون حتى الآن أليات بصرية كانت من الأهدف الأولى لأن الهدف كما كنت تفضلت قبيلتنا قلت بل لي أن الهدف هو اقتصادي وتضامني وقلنا بل أن الهدف الهدف انتعى الطريق الضخم هذا طريق العابل للصحراء هو كذلك طريق يرمي يعني يرمي إلى قفز يعني قفز بامتياج للمنطقة اقتصادياً والتنوية المستدامة لماذا؟ لماذا؟ لأن إفريقيا يعني ما لديها يعني من غنى باطن الأرض ومن سعة البلدان هذه تجعلها أنها تدير تنمية يعني تنمية مستدامة تستغل فيها كل ما هي مواد أولية مواد أولية إفريقيا تتوفر على كل مواد الأولية التي هي دعم لجميع الاقتصاديات صناعياً خاصة صناعياً كل الصناعات كل الصناعات المواد الأوليةها موجودة بهذه القارة نعم عملياً الآن يمكن الحديث عنه أنه بداية أنه جميع الخطوط بدأت تشتغل وتم استغلال هذا الخط نعم هذا الطريق نعم الخط الجزائري هو في اشتغال يشتغل الخط الجزائري من جزائري إلى غاية عيقزاب ومن الجزائري إلى غاية تميوين الطريق يشتغل نتحدث من الجزائري إلى لغوس الجزائري من الجزائري إلى لغوس يعني عبر عبر نيجر إلى نيجيريا إلى غاية لغوس هو الطريق قد تم تم تقنياً تم إنجازه بتقنيات عصرية وتم التعبيد وبه الملافق سواء بالنيجر ولا بنيجرة كل ملافق تتوفر وترافق هذا المشروع هل تم التفكير ربما خلال هذا الاجتماع ما الذي تم دراسته ما هي ربما مخرجات هذه اللجنة حتى يكون هناك عائدات اقتصادية لهذا الطريق هي اليوم اللجنة الاجتماع انتح في الدور 73 هذه التي يتنعقد الآن هي ايجاد ميكانزمات حتى هذا الشريان الاقتصادي يعني يفتعل يعني في الاجل في الاجل القريب وال والاشتغال هذا يكون بتكامل بتكامل دول الأعضاء استراتيجيا فيما يخص اقتصاديات المنطقة ودول الأعضاء حيث انه كل ما هو المناطق الحرة ما ننساوش باللي ان الجزائر كانت من الدول التي بدأت يعني في تجسيد يعني المنطقة الحرة الافريقية اللي هي اليوم يعني في جوان هذا يعني ستنطلق المنطقة الحرة وبالتالي تجويلي هذا نعم نعم إذن هذا هذا المنطقة الحرة اللي هي تشمل كل كل يعني كل بلد كل بلد افريقية وتقريبا هي اكثر اكثر من 43 دول اللي هي امضات يعني الاتفاقية والجزائر كانت من من الدول المسرعة اللي كانت هي اشرفت على يعني أن تجد هذا المشروع اليوم الشرية الاقتصادية هذا سيتم تشغيله يعني في الاجال القريبة لأن الاقتصادية المكتملة متتكامل يعني ما بين الدول العضاء وما بين حتى الدول الافريقية الأخرى لأن عندما نشوف مثلا الطريق العابر من تيميوين يعني إلى غاية ليغوس ولا من تيميوين إلى غاية انجامينا هذا الطريق العابر للسحراء هذا كذلك هو مربوط يعني بشبكات أخرى بشبكات أخرى موصلة يعني بشبكات أخرى بشبكة الطريق وحتى بشبكات العديدية متع البلد الأعضاء إذن هناك شبكة مكتملة لأفضلقات نعم يعني نظام اكتمال أنتع الشبكات هذه يعني الشبك سواء مثلا ببرد الأعضاء وحتى بالجزائر وحتى بالجنوب الكبير للجزائر ما هي التحديات التي تقف أمام هذا المشروع في طريقة الاستغلال هناك الآن مشكلة الصيانة أو تحدي الصيانة التحديات الأمنية أيضا في المنطقة كيف يتم ضمان ربما الاستغلال الأمثل مع هذا المشروع دون إلحاق المشروع الضخم هذا يليق نحفظ عليه لأنه إنجاز إنجاز ضخم يعني نحفظ عليه إذن الصيانة كانت في لب النقاش على أن كل البلد لكل البلدان الأعضاء أنتع لجنة الربط للطريق العابير للسعراء التكفل بسيانة الطريق وزيادة لماذا وزيادة لأن المرافق التي هي تكون ترافق هذا الطريق حتى نعطوه سيغة نوعية لهذا الشرعين لأن عندما ينقل باللي كانت تنقل مثلا من دول الأعضاء إلى غاية البحر الأبيض المتوسط يجب أن تكون مرافق إذن الدول هذه ستتكفل كلها بالمرافق التي تكون متواجدة على طول وعلى عمد الشبكة أنتع الدول المعنية هذه الشبكة لها أيضا امتداد ربما حتى من جانب موريتانيا كيف يمكن ربطها كيف يمكن استغلال هذه الشبكة من الجانب موريتانيا كيف يمكن لها أن تستغل هذه الشبكة حتى وهي لم تكن من بين دول الأعضاء يعني أول مدام الشطر الشطر الجزائر يعني هو أكبر أكبر حسة في طريق العابير السحراء 3200 كيلومتر والطريق هذا مربوط بشبكة أخرى في الجزائر الطريق هذا مثلا مربوط بالطريق الوطنية رقم 6 مربوط كذلك بالطريق رقم 50 إلى غاية تندوف ثم كذلك المشروع الضخم من تندوف إلى غاية زويرات ومن زويرات اللي هو طريق منجز يعني في موريتانيا من زويرات يعني إلى غاية نواكشوت يعني نشوفوا بأن الخريطة قد اكتملت يعني في الدول الساحل كلها يعني ستستغل هذا هذا المشروع الشامي المشروع الكبير اللي هو الربط ما بين الدول الساحل والجزائر وتونس والبحر الأبيض المتوسط الهدف من هذا المشروع هو تحقيق الاندماج الإقليمي وتكامل الاقتصادي كيف يمكن له أيضاً أن يعزز التعاون الإفريقي الأوروبي فعلاً هي عندما عندما هذا الطريق توضع له الميكانزمات ويشتغل ويصبح فعلياً يعني فعلاً يعني يصبح يعني شريان اقتصادي اقليمي وهو مربوط يعني بالبحر الأبيض المتوسط الدول الدول الأعضاء هذه كلها عندها اقتصاديات يعني مربوطة بأوروبا سواء من ناحية التصدير وإلا حتى من ناحية الاستيراد يعني نشوف بالله الدول هذه لأن الاقتصاد عندك المواد الأولية وعندك التهويل وعندك التصدير وعندك كذلك الاستيراد يعني نشوف بالله أن ما نقدرش نغلقوا ذا روحنا ونقول يا فعلاً كان تكامل اقتصادي ولكن التكامل الاقتصادي ما يقدر يكون إلا ما يكون يعني شامل بحيث أن نشوف الدول هذه كلها مربوطة من بحر الأبيض المتوسط ومن بحر الأبيض المتوسط بالطبع كان ربط كذلك يعني سواء بالدول الأوروبية وإلى حتى بالدول الأسيوية نعم تحدثتم عن تجهيز هذا الطريق بالتكنولوجيا الحديثة والألياف البصرية هل هناك مشاريع جديدة الآن بتوفير هذه المرافق على مستوى شبكة الطريق العبر الصحراء نعم احنا احنا بالجزائر اليوم بالجزائر يعني كان تفكير يعني استراتيجي يعني والمرافق بدأت تعزز يعني من الجزائر إلى غاية مثلا إلى غاية تقريبا إلى غاية أضرار يعني 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 تعزز يعني بمرافق يعني يعني اليوم مستعمل الطريق مستعمل الطريق يعني فضاء للراحة يعني كذلك يعني فضاء وفضاء وفضاء اقتصادية يعني تلافق كل هذا كل هذا الشريان بالجزائر مثلا اليوم كل كل ما هو مرافق تسهل وتعطي الراحة لمستعمل الطريق هي متوفرة أو كذلك ستدعم ببرامج أخرى حتى نعطي فعلا الراحة التامة لمستعمل الطريق شكرا جزيلا لك سيد علي شقرون رئيس مدير العام شركة الجزائرية الدراسات شكرا لك سيدتي شكرا مستمعين على اللقاء